اشتركوا في القناة الشعبي السلمي في جمعته الحادي عشر المتظاهرون رفعوا ذاتي شعرات السابقة وطالبوا بمحاسبة وجوه الفساد الى ذلك تبينت الارام مؤخرا حول وجوب تعيين ممثلين عن الحراك الشعبي للخروج من الازمة تقول كهينة وعزيف في التقرير التالي بين مواطنين واعين واخرين مستمرين في حراك تعود عليه كل جمعة هذا وين بدأت تحللنا للشعب السلطة تعود الى الشعب نرحل الجزائر الديمقراطية نرحل الجزائر الدولة القانون الكل متفقا على ضرورة رحيل العصابة لكن لابد من تنظيم المسيرات ماشي غير طباح 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 كي تي في ما يبان عليه تقول ماشي قاري في بوص جيش الكمبورتهم متاعوا الدير ما على باليش تقول بيطان تقول رئيس عسل وثمن وما يقول لك الشعب عسل وثمن هي جمعة حادية عشر والمتظاهرون لا ينفكونا ولا يملونا من مواصلة الحراك ولو في شهر رمضان يتزمن اليوم العالمي للصحافة مع تواصل الحراك في جمعته الحادي عشر مهد فراح يتحدث لنا عن مهنة الصحافة في التقرير التالي الثالث مايو يوم عالمي تحتفي بحراء الصحافة إعلاميون هنا وهناك والكل هدفهم إيصال الصورة كما هي طاهر مقران يسعى بآلته لنقل الصورة كاملة كل نهار الجماعة نخرجوا الحراك نهار الجماعة الحراك عندهم دوكا طروام نصوروا كل رمز الجزائر أولاد الصغار والشيوخة مثل طاهر العديد منا أرد أن يكون مرآة عاكسة لآلامي وآمال الشعب الجزائري على الرغم من صعوبتها وإلى جانب هذا الجزائر لا تنسى أبناءها ممن قدموا حياتهم مقابل إظهار الحقيقة تحت سقف الصحافة والإعلام تقول مريب بن جدي إصرارهم الذي فاق الحدود للصحافة وبتزامنه مع الجمعة الحادية عشر للحراك نأمل نحن أيضا في غد أفضل لإعلام حر مطلق ومن مظاهر الحراك أيضا التي لازلت تسجل خضورها هم الفاعلون ومنخرطوا بعض الجمعيات الذين يحاولون رغاية الحراك ليبقى سرميا تقول أمينة خاليل عزيمتهم أكبر من التعب الظاهر على وجوههم السطرات البرتقالية رجال الخفاء هي أسماء نسبت لرجال يعملون في صمت يتقنون قواعد العمل حريسين على حب الوطني شعارهم مسعف مسلم عربي أمزيغي من اللي بدل حارك من اللي بدل ندعونا نخرج فلافا فكيد خلاص المسيرة كنا نشيروا لي صاكبوا بالوني طوائي شباب أخذوا على عاتقهم مساعدة المتظاهرين بإرادة قوية وبصدر مفتوح ترحب السطرات البرتقالية بأبناء شعبها مؤدية واجبها بكل فخر وعتزاز يا شاب ثم تسخونا نقو ثم مرضونا نداو تعيونا ما نعيوش وفي موضوع آخر انقلبت حافلة نقل التلاميذ صباحة اليوم في الطريق الوطني رقم ثلاثة رابط بين قسنطينة وقالمة بسبب سوء الأحوال الجوية الحادث تسبب في إصابة اثنين وثلاثين ترميدا بجروح متفاوتة الخطورة من بين أصل تسع وأربعين آخرين كانوا متوجهين في رحلة إلى حديقة التسلية ببتنة تفصيلنا سوى ثلاثة أيام عن شهر الفضيل وخوفا من تكرار الأحداث والمضاعفات ينصح الأطباء الجزائريون بأهمية اتباع نظام صحي غذائي للمزيد مع مجد شروي في دراسة جديدة شمل ثلاثة عشر دولة مسلمة تناول موضوعها اليوم التكويني الذي نظمته وزارة الصحة تكشف أن الجزائريين من أكثر شعوب العالم حرصا على الصيام هو برنامج غذائي صحي متوازن تجنبا لسمنة التي تعد مفتاحا لكل الأمراض وينصح الأطباء بضرورة الإفطار إذا اقتضى الأمر لتجنب تسجيل مضاعفات أخرى خاصة لمرضى السكري مع وجوب الامتناع عن المنبهات رغم توصيات الأطباء إلا أن الجزائريين يخالفون ذلك لما تحمله طاولة الإفطار الجزائرية من أطباق تضرب فيها القواعد الصحية عرض الحائط وتبقى الوقاية خير من العلاء الجديد عالم رياضة تلخصه لنا سهيلة شارف في هذه الورق بتسريح خاطر للرئيس السابق للفاف حول تعاقد الاتحادية مع تاجر للأقمصة وليس مع أديداس والقميص الذي عرضه يسوي ثلاث أورو رورى واتهمهم بإحداث ثغرة مالية بقيمة 12 مليار سنتيم جاء ذلك بعدما منع من تقديم تدخله خلال أشغال الجمعية العامة نشر إيكر كاسياس حارس مارما بورتو البرتغالي تغريدة عبر حسابه الشخص على الإنستغرام يطمئن جمهوره أن كل الأمور تحت السيطرة بعدما تعرض لأزمة قلبية في تدريبات الفريق حيث سيواجه صعوبة في العودة لممارسة كرة القدم بعدما تم تشخيص حالته على أنها احتشاء في عضلة القلب وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مسيرة الحارس الإسباني البالغة من العمر 37 عاما بهذا نصل لنهاية هذا الموعد يا الإخباري شكرا جزيلا لكم على الحسن الثراء والمتابعة يمكنكم دائما متابعتنا عبر مواقعية تواصل الإجتماعية الفيسبوك والإنستغرام واليوتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة